مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية يحل أو حل وزير أشؤون الخارجية والجارية الوطنية بالخارج أحمد عطاف إذن حل بدولة ليبيا ممثلا لرئيس الجمهورية ومبعوثا خاصا لي عطاف سيسلم رسالة الخطيئة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا وتندرج طبعا هذه الزيارة في إطار تسيد حلس رئيس الجمهورية على تعزيز أواصل الأخوة والتنعمل والتعاون بين الجزائر وليبي لماذا رح أطاف إلى ليبيا؟ ليبيا الوضع مختلف مش كما في تونس لأن ليبيا منقسمة مختصار شديد لمن لا يعرف الأوضاع في ليبيا ليبيا منقسمة أساسا إلى الشرق وإلى الغرب داخل الغرب كان خصومات وكان صراعات داخل الشرق كان خصومات وكان صراعات لكن في الشرق اللي مسيطر هو حفتر وأبناؤه ويسمى رواحهم الجيش الليبي ومعهم الجزء الأكبر من ما يسمى بمجلس النواب هذا مجلس النواب انتهت الفترة نتاعه منذ سنوات هذا مركزهم الرئيسي هو بنغازي والبيضة وإلى آخرهم بنغازي هي أكبر مدينة في الشرق وفي الغرب حيث توجد العاصمة ترابلس وحيث يوجد ثقل السكاني وهي عند حدود مع الجزائر أيضا الجنوب الجنوب الشرقي لليبيا الجنوب الغربي لليبيا اللي هو الجنوب الشرقي لنا نحن من جهة الدبداب إلى آخره وعنا ميناز ففي المنطقة الغربية عموما تخلوا كأن منطقة آخرى الثالثة هي منطقة سبهة وهي منطقة الجنوب منطقة الغربية مسيطر فيها حكومة تسمى حكومة الوحدة الوطنية اللي هي حكومة أقرب وعندها دعم معترف بها دوليا لأن فيما حكومة أيضا موجودة في الشرق لكن مش معترف بها دوليا حكومة اللي في الغرب معترف بها دوليا لكن اللي موجودين في الغرب فيه أيضا المجلس الرئاسي والمجلس الرئاسي فيه خصومات بينه بين الحكومة وصراعات وفيه مجموعات مسلحة في الغرب أحيانا تتفق وأحيانا تتخاصم نفس الشيء في الشرق فالأمور مشتتة لكن عموما النفوذ الخارجي النفوذ الخارجي ترابلوس مدعومة أساساً بتركيا وإلى حد أقل قطر مع رضا أمريكي وبنغازي مدعومة أساساً بروسيا ومن قبل كانت بفرنسا الآن ما زالت مدعومة بفرنسا لكن بحد أقل ولكن أكثر بمصر والسعودية والإمارات هذا الشر إذن وهناك الجنوب والجنوب مناطق متقاسمين فيها أحياناً جزء كبير يسيطر عليه حفتر جزء يسيطر عليه جماعة ترابلوس إلى آخره ففيها كثير من التعقيدات والصراعات إلى آخره وبالرغم من أن الشعب الليبي هو شعب مسلم كله هو شعب سني كله وما عندوش طوائف وأديان وهذه هي اللي في الغالب دير مشاكل أو دير خصومات أكبر إلا أنه عنده القبلية وعنده قضية الشرق والغرب وعنده أكثر قضية التدخل الخارجي نظام الجزائري وجد روحه في هذه الأوضاع أنه أقرب إلى حكومة ترابلوس ما دعمه مش كثير حاب يبقى في الوسط حاول يقول لك يدير مصالحة بالليبيين إلى آخره طبعاً هو في الجزائر يدير الحرب وفي الخارج يدير مصالحات فما مشاتش لوش الأمور لكن كان موقفه ضعيف جداً لأن القوة الحقيقية لتدعم ترابلوس هي أساساً تركيا وقطر ومع بعض التسكية الأمريكية والأخرين كما قلنا الروس العمارات سعودية مصر وإلى حد ما فرنسا فما مشاتش الأمور لكن هذا حتى جاء هذا الفريق الجديد نتعتبون لما جاء الفريق الجديد تعتبون وأنا تكلمت كثيراً على علاقاته مع الأتراك والرشاوي اللي كان يدي فيها من شركات تركية إلى آخر إلى آخره القاروح هو يجب أن يكون مع حكومة ترابلوس وشفنا كيفاش أنه هاجم روسيا بطريق غير مباشر لما قال الجزائر مكانش حتسمح بوصول ميليشيات إلى حكم عاصمة مغاربية إلى آخره وشفنا أن هذا كان دار مشكل كبير مع الروس وربما كان أحد الأسباب اللي عمقت الخصومة ما بين الروس والنظام الآن كانت أحد الأسباب هذه لكن منذ أن ازداد التغول الإماراتي اللي راه متحالف مع الروس والأخطر بالنسبة للنظام الجزائري أنه متحالف مع النظام المغربي ومنذ هجومات عسكر مال في الأسباب هذه الأخيرة وخروج موريطانيا إلى حد ما أهم يقولوا بلعودوا استرجعوها بالصح ما أعتقدش موريطانيا راهي ثاني فقط تلعب على الحبلين باش تجيب أكثر ما يمكن من أموال لأن الإمارات متغلقلة جدا داخل موريطانيا ثم النيجر والانقلاب اللي يقع فيها نظام جزائري شاب اللي هذا مش من مصلحته يعني بازوم كانوا على أساس أنه قريب منهم ناهيك على أن حفتر سبق وينهدد الجزائر خلينا نشوفوا واشقال حفتر قبل سنوات يعني جزائري لقوا فرصة يحاولوا قدمك خشو ممكن تسمعوا بين يوم ديم خشو داخل مين فرسلتنا اللي وعبتين للجزائر على أساس أن هذا العمل مش عمل يعني أخوت فاستغلوا وقت الحرب وتقول لا أقدر نحاوله الحرب من جهة إلى جهة في لحظات هددهم إلى تحويل الحرب من جهة إلى جهة وقال لهم هذا مش عملت أخوت وراكم دخلتوا للأراضي الليبية المجاورة للحدود الجزائرية وطبعا كلام طويل ويقول فيه سرخته البيترونتانا إلى آخره إلى آخره ويقول أنه أبعث الليواء عبد الكريم للجزائر وقال لهم رأنا أخوت بالصحة إذا اعتذيته وعلينا رأنا نحول الحرب من هناك إلى هناك بمعنى الحرب في هذا الوقت كان حفتر خاصة يحاصر درنا يقتل أهل درنا إلى آخره إلى آخره وحربه أيضا لأنه كان يريد محاصرة طرابلوس وكان كل مرة يحاول يقترب من احتلال طرابلوس فكان هجوم شديد لكن النظام مرعوب ما ردش داروا شوية ردود أقبل في قنواتهم وفي جرائدهم ولكن بيدون رد حقيقي حفتر لماذا قال هذا الكلام أنا ذاك؟ بالرغم من أن الخصومة مع الإمارات كانت ما زال ما بدأتش بشكل كبير لكن حتى في تلك الفترة في 2015-16-17-18 في فترة بوتفليقة كانوا الإماراتيين منزعجين من نظام الجزائري في موضوع ليبيا يقولون أنتو ماراكم احنا رانا حلفاء ورانا أقراب مع بعض بصحركم في ليبيا أقرب إلى الموقف التركي القطري نظام الجزائري يكون يقول لا أنا في الوسط ماني معاكم ماني معاهم ونظام الجزائري لماذا لم يمشيش مع الإماراتيين والسعوديين وحفتر لأنه نظام الجزائري وهذه تاريخيا هذه منذ 62 تعرفوا أن نصرات مشكلة كبيرة وكين كتابات تقول أن من بين الأسباب الانقلاب على بن بلا هو ارتباط حد الخضوع بمصر وبعبد الناصر والحقيقة أن بورقيبة كان يقدس بن بلا كان يقدس عبد الناصر إذن من بين الأسباب تعالي الانقلاب من بين الأسباب هو أن الفريق اللي كان هناك اللي قاده هو طبعا بومديان هو أنهم كانوا غاضبين من قضية القرب الشديد من عبد الناصر لكن بن بلا يفسرها على أساس أن مصر لعبت دور كبير في دعمنا بالإعلام وبسلاح إلى آخر إكلام لكن عموما في التفكير خلينا نقوله استراتيجي لما كان الجزاء المازال عندها استراتيجيات الآن ما عندهم ولا شيء في التفكير الاستراتيجي من الستينات والروح طالع لا يمكن قبول المصريين على حدودنا لا يمكن كيفاش لا يمكن قبولهم على حدودنا بمعنى لا يمكن قبولهم لا في تونس ولا في ليبيا لأنها يعتبرهم أنه ممكن يشكلوا خطر على النظام الحاكم فهذا محسوم في الاستراتيجية الجزائرية القديمة يمكن بن بلا أبو تفليقة كمل بيها يعني لأنه يعطيهم تلك الفترة ولذلك لم يشاوش مع جماعة حفتر مع أنهم فكريا الإمارات والسعودية ومصر هما ضد الثورات وضد الرابع العربي فالنظام الجزائري هو ضد الرابع العربي وضد الثورات هذه اللي حدثت كان المفروض يكون معاهم لكن في خصومته أو في خوفه من وجود النظام المصري على الحدود يعني القدافي أيضا كان جاب عبد الناصر وكان النظام الجزائري ينزعج منه بشدة قدافي كان تصرفاته مع عبد الناصر مثل بن بلا لكن الفترة اللي كان في عبد الناصر القدافي سنة واحدة القدافي وصل في 1 سبتمبر 1969 عبر انقلاب وعبد الناصر مات وهو كان اغتيال في الحقيقة في سبتمبر 1970 يعني كان سنة ما طولتش فالنظام الجزائري كان يبرر أو يفسر للآخرين بللي احنا هذه خط استراتيجي ما نقدرش تراجعوا لي ولذلك نحن مرناش معكم جمعة حفتر والإمارات وصح مرناش ضدكم يعني أنا في الوسط لكن منذ أن هاجم حفتر وكان هجوم بطلب إماراتي يعني حفتر ما هو حفتر كما حميت تتاع السودان مرتزق عبارة عن مرتزق ينفذ أوامر المصريين والإماراتيين وجيشه جزء منه اللي يديره هما مخابرات مصرية وإماراتية فكان آنذاك الهجوم بتاع حفتر كانت بداية حتى قبل ما حدث قبل أيام من عند العقدان تعمالي كانت الإمارات آنذاك حبت توريهم باللي ممكن تزعجهم لكن آنذاك ما زالت الإمارات كان لها نفوذ وسلطة كبيرة بجزائر ولم يأتي الحراك اللي أضعف وجودها باش نختصر عطاف ذهب إلى الليبيين باش يقولهم الآن الإمارات رهي تهاجمنا في كل مكان ونحن سنقدم دعم أكبر لجماعة الحكومة اللي في طرابلس لأن كما قلت لحد الفترة هذه ما زال موقفهم وهوش تماما مع حكومة طرابلس يرفضون جماعة الشرق لكن لهم لسوا مع جماعة الغرب جماعة طرابلس فراح يقول لهم إحنا رح نقف معاكم إذا لازم الأمر وساندوكم ونساعدوكم إذا لازم الأمر وبنكر حتى بالتنسيق مع القطريين والأتراك لأن النظام جزيلا ما يقدرش يدخل طرابلس الآن بدون موافقة قطرية تركية لأن هم هذون هم الداعمين الرئيسيين انتاء الحكومة اللي في طرابلس وإلى حد ما قلنا الأمريكيين يعني الأمريكيين عندهم قواعد في ليبيا في عدة أماكن خاصة لسيطر عليها بشكل أو بآخر الحكومة تعترابلس فالنظام جزيلا رح يقول لهم إذا نقدرون نتعاون أي أن الرسالة عطاف مش كما الرسالة اللي ذهبت لقيس سعيد فيها تهديد وإنذار هذه رسالة فيها تودد وأنه ممكن أن نتعاون وما قيلين أن نتعاون إلى آخر إلى آخر هذا سيغضب أكثر جماعة الشرق سيغضب طبعا جماعة حفتر لكن سيغضب أكثر أسياده اللي هم هنا سيسي وبن زايد وإلى حد ما بن سلمان لكن نظام جزائري بالنسبة لي هذا مهم جدا أنا قلت لهم قبل أسبوعين وممكن يتابعوني هنا قلت لهم أن الإمارات تحذر إلى ضرب عن طريق جماعات ليبية جماعة حفتر أساسا إلى ضرب مراكز استراتيجية حساسة داخل الجزائري أين يوجد البترول الجزائري والغاز الجزائري؟ الجزء الأكبر منه الجزء الأكبر منه البترول يوجد قريب من الحدود الليبية الجزء من الغاز الجزائري تيغنتورين وعيناميناسو يقعون على الحدود الليبية مش فقط قريبا تقريبا 20 كيلو إلى 30 كيلو من ليبيا ما عدا وين حسر ملي شوية بعيد طائرات بدون طيار تستطيع أن تحدث ضمار هائل للحقول الفيترولية والغازية المتواجدة على بعد حتى 300-400 كيلو متر من الحدود الليبية الإمارات لديها قواعد درونز في ليبيا ولديها مستشارين عسكريين ولديها كيلو متع إماراتيين هذن هما قادة لكن لديها المرتزقة متع فاغنر فالنظام الجزائري يجد نفسه محاصر من طرف فاغنر الآن من مالي من ليبيا ومتخوف جدا أيضا أن ينتقل الأمر إلى النيجر نيجر لي رهي معركة كبيرة ما بين عدة جهات كل واحد يحب يسيطر على النيجر الآن الأمريكان من جهة الروس الأتراك الإماراتيين كلهم ضاربين على النيجر لأن النيجر فيها ثروات ضخمة إذا كانت المالي تتميز بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى فإن النيجر تتميز باليورانيوم وهذا مشكلة كبيرة لفرنسا لأن تقريبا نصف اليورانيوم اللي تستخدمه يأتي من النيجر مشكلة كبيرة لأن فرنسا تستخدم 80% من طاقة نووية التاحة أو الطاقة الكهربائية تأتي من المفاعل النووية فهذه الزيارة الليبيا أنا نعتبرها مع اعتراضي على هذه العسابات إلا أن نعتبرها خطوة مهمة لأنه يجب إبعاد الإماراتيين تماماً على الحدود الجزائرية تماماً يعني لا يسمح لهم التقرب 500-600 كيلومتر من حدود الجزائرية تماماً لأن الإماراتيين مع التكنولوجيا اللي عندهم ومع الضمار اللي نرى في السودان وشفناه في اليمن لن يترددوا من أن يحولوا الجزائر إلى ذلك الدمر مشكلة هي في القيادة الجزائرية فيما يسمى بهذه القيادة هذه هي المشكلة لحد الآن ما تتخذوش قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات قطع العلاقات الدبلوماسية يستتبعوا المفروض أوتوماتيكياً قطع العلاقات الأخرى بما فيها العسكرية والتجارية وغيرها لحد الآن ما زال مسعورين كبار داخل الجيش وداخل الإدارة المدنية معروفة علاقاتهم بالإمارات ولا يستبعد أنهم شدينهم عليهم ملفات لحد الآن موجود أكثر من مئتين شركة جزائرية تشتغل في الإمارات جزء منها هو شركة تعكبار الجنرالات طبعاً بالتغطية والتعمية يديروا هكذا أسماء أخرى إلى آخرها ومدنيين أيضاً وزراء ولاتوا فالمشكلة هو داخل هذه القيادة أو داخل هذا اللي يرمحاك من البلاد اليوم أنا ما عندهمش الشجاعة لحد الآن لقطع هذه العلاقات دبلوماسية هل راهم يأمنوا في نفسهم قبل أن يقدموا على هذه الخطوة وأن هذه الزيارة التعطاف اللي هي تهديدية لقيسس عيد وتعاونية مع جماعة طرابلوس هل هي تهدف إلى ترتيب الأمور قبل الإقدام على قطع العلاقات مما يعني خصومة معلنة وربما تذهب أكثر من ذلك سنرى لكن إذا لم يقطعوا العلاقات خلال هذا الشهر فأعلم أن الإمارات قد تمكنت منهم وأنها تتحكم في ملفات هائلة وأنهم لن يذهبوا بعيداً وأنهم في النهاية سيستسلمون لها وسيكون مدمر على الجزائر طبعاً هنا اللي يهمني هي الجزائر ليس العصابات لأن هذه العصابات أنا أيضاً حارف فيها وأريد لها الرحيل لكننا قلنا دائماً أنه عندما يتناقب مصلحة إنقاذ الجزائر مع مصلحة الإيطاحة بهذه العصابات فإننا نفضل مصلحة إنقاذ الجزائر ولو سكتنا قليلاً على هؤلاء المفسدون في الأرض على هؤلاء المفسدين في الأرض حواية البلاد أولى بالنسبة إلينا في ظرف معين ووفق شروط معينة من دفع هؤلاء إلى الرحيل لكن رحيلهم يجب أن يحدث لأن الجزائر لن تنقذ حقيقة بدون رحيل هذه العصابات وخاصة بعض كبار الجنرالات وذكرتهم من عودة جدد على رأسهم شنغريحة جبارنا هنا وعد قدر حدد ليس هؤلاء فقط لكن هؤلاء هم الأبشع والأجرم والأفضع واللي لا يمكن أن ننتظر منهم ولو ذرة أقول ذرة مش قرار ذرة فعل خير للبلاد